موسيقى قتلى وجرحى في حادث دهس قرب مسجد بلندن وبريطانيا تحقق في هجوم إرهابي محتمل القوات العراقية تكسر خطوط داعش الدفاعية غرب الموصل تواصل الحراك العربي ضد سياسات قطر الدعيمة للإرهاب أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم قتلى وجرحى في حادث ومي تعقد اجتماعا طارئا حول الحادث دهست سيارة فان يستقلها ثلاثة بريطانيين مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح قرب مسجد فينسبري بارك وفي شمال لندن وتحدثت صحيفة الإفنينج ستاندرد البريطانية عن وقوع حادثة طعن بسكين بالتزامن مع حادثة الدهس وقالت الشرطة البريطانية أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين وأضفت الشرطة أنها اعتقلت أحد منافذي الهجوم وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه يميني عنصري معادل للمسلمين والمهاجرين هذا وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن عملية الدهس التي قام بها سائق شاحنة صغيرة بالقرب من مسجد في شمال لندن ليلة الأحد الاثنين تعالج على أنها هجوم إرهابي محتمل مؤكدة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم وأشرت مي إلى أنها سترأس اجتماعا طارئا حول الحادث في حين دع مجلس مسلمي بريطانيا السلطات إلى تعزيز حماية المساجد وأضاف المجلس أن حادثة الدهس أحد المظاهر العنيفة للإسلاموفوبيا وأعنف مظاهر رهاب الإسلام في بريطانيا في الأشهر الأخيرة أعلنت الشرطة الاتحادية عن كسر خطي الدفاع الأول والثاني لداعش بالمدينة القديمة في الموصل وأضافت الشرطة الاتحادية أن قوتها توغلت في عمق المدينة القديمة من جهة باب البيض ودمرت مواقع لقناصة داعش ودمرت الرشاشات الثقيلة للتنظيم وثلاثة عجلات مفخخة وتمكنت من قتل خمسة عشر منهم وأضاف البيان أن وحدات الشرطة الاتحادية تستمر في تقدمها شمالا في حي الشفاء لتحرير المستشفى الجمهوري تقترب القوات العراقية من حسم معركة الموصل القديمة التي تمثل آخر معاقل تنظيم داعش في الجانب الأيمن للموصل فقد بدأت القوات العراقية صباح الأحد عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل حيث يتحصن آخر مسلح تنظيم داعش وفق مصادر عسكرية وأوضح ضابط قيادة عمليات قادمون يانينوى أن الضربات الجوية التمهدية بدأت عند منتصف الليل تقريبا قائد عمليات مكافحة الإرهاب العراقية عبدالغن الأسدي أكد أن قواته تتقدم في معركة استعادة الموصل القديمة مضيفا أن فرص داعش لشن هجمات بسيارات مفخخة في المنطقة دائلة يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق راوى وعانى من احتلال تنظيم داعش غربي محافظة الأنبار وفق ما أفاد قائد عمليات الفرقة السابعة للجيش العراقي بمحافظة الأنبار وأضاف أن العملية أسفرت في مستهلها عن قتل ثمانية من أفراد تنظيم داعش الإرهابي بعد أن اقتحمت القوات العراقية هذه المناطق وتمكنت القوات العراقية قبل عام من تحرير أكبر مناطق محافظة الأنبار من احتلال داعش وهم الفلوجة والرمادي وإعادة الحياة الطبيعية لها إضافة إلى مناطق أخرى المدن السحراوية والمحادية لها أبرزها القائم والرطب وراوى وعانى تمكنت قوات الرد السريع العراقية من تحرير طفلا من أحد الأحياء التي يحتلها داعش أثناء تقدمها قرب الموصل القديمة وذكر ذو الطفل كرار أو كرار أن لا أحد من أفراد أسرته نجى من القصف الذي شنه أفراد داعش إذ أدى القصف إلى وفاة خمسة وعشرين مدنيا مضيفين أنهم لم يتوقعوا أن كرار على قيد الحياة سنة تقدم لاحظنا أن هذا الطفل موجود ضمن ناطق المساعدة تنظيم داعش أبت على فرقة الرد السريع أن تقوم بإنقاذ هذا الطفل وضعت خطة بسيطة لإنقاذه دفعنا بدبابة ببرامز أمام القطاعات إضافة إلى مدرعات والأتيمات المكلفة بإنقاذه القوة من فوج العقرب فرقة الرد السريع تقدمت باتجاه هذا الطفل والحمد لله وشكر قدرت أن نسيطر على هذا المكان المتواجد بالطفل وإنقاذه وحاليا نحن سنسلم الطفل لا ذوي هذا الطفل نحن شدنا متوقعين أن هذا الطفل مات يعني ما شدنا متوقعين راح نشوفه بعد اليوم والحمد لله يجابوا أنه ياه ألف خلف الله عليهم أنا عمّة الولد يعني من عيلة خمسة وعشرين نفر ما طلع منها بس هذا الطفل ونحن نشكرهم وما قصروا وجاهدوا وبنفسهم وخطر عليهم وطلعوا هذا الطفل احنا ممنونين في سوريا أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها أنها تمكنت من تحرير حي الدرعية غرب مدينة الرقة وإجلاء نحو تسعة وثلاثين شخصا من المنطقة الغربية يتي ذلك تزامنا مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية تحرير منطقة البياطرة شرق الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش هذا وأقحم التحالف الدولي قوات خاصة من الدول الأعضاء في المعارك المحتدمة على جبهات عدة في الرقة وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القوات من جنسيات أمريكية وغربية وعربية ويقدر عددها بالمئات أسقطت تحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية طائرة تابعة للنظام الأسد في محافظة الرقة شمال سوريا وتحديدا في منطقة الرصافة بريف المحافظة الجنوبي وفق ما ذكر البنتاجون هذا وأكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش في مدينة الرقة إلى ذلك اندلعت اشتباكات الأحد للمرات الأولى في سوريا بين قوات نظام الأسد والتحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن في محافظة الرقة شمال البلاد أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن وقوع تفجير إرهابي في قرية لدراز شمال غرب المملكة وأضافت الداخلية أن تفجير أسفر عن قتل أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب تصدت القوات البحرية السعودية لثلاثة زوارق تحمل علما باللونين الأبيض والأحمر دخل تلميها الإقليمية السعودية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس وأضافت الوكالة أن الزوارق اتجهت مسرعة نحو منصات حقل المرجان البترولي السعودي وعلى الفور تصدت لها القوات البحرية وأطلقت اتجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية وتم القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي فيما فر الزوارقان الآخر قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنوار قرقاش في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاتفاق الدولي والإقليمي على أولوية مكافحة التطرف والإرهاب والخطاب المشترك حوله إجماع ضروري ومهم وموقف الإمارات في هذا السياق مشرف ومتقدم وأكد أن قيادة الإمارات قرأت خطر التطرف والإرهاب مبكرا في استشرف دقيق لتداعيات الفكر المنحرف وتحريضه على العنف وتعاملت مع ظاهرتين التطرف والإرهاب بمسؤولية كما أكدت دولة الإمارات الحاجة إلى إيجاد آلية مراقبة غربية لإجبار قطر على الالتزام باتفاق إنهاء دعمها للإرهاب في أول اقتراح من نوعه يشير إلى أن التدخل الخارجي قد يكون ضروريا لإنهاء الأزمة يأتي ذلك بالتزامن مع نهاية مهلة الأربعة عشر يوما التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين لمغادرة المواطنين القطريين المقيمين على أراضيها وعودة مواطنينها الموجودين في الدوحة مع مرور مزيد من الوقت على قرار دول التحالف العربي مقاطعتها لقطر تدخل الأزمة الخليجية منعطفات جديدة وسط أجواء من الترقب تسود الأوسط العربية والدولية دلائل أخرى ملموسة وحاسمة تظهر على الملأ وتفيد بما لا يدعو مجالا للشك مزاهمة الدوحة في إشعال فتيل العنف في كثيرا من الدول الأخرى تسجيلات صوتية عرضت مؤخرا تؤكد تورط قطر بأعمال عنف شهدتها البحرين سنة 2011 المنامة أدانت بشدة تلك السياسات وقالت إنها تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأوضاع في المملكة بدورها أعربت الرياض عن استعدادها لإعادة المياه لمجاريها والتوصل إلى حل قريب مع قطر بشرط تخلي الأخيرة عن دعم تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى ووقف حملات التحريض وزير الخارجية عادل الجبير قال إن تبني الدوحة هذه السياسات سيكون في صالحها وصالح كل دول المنطقة التي تعاني من الإرهاب والتطرف أما أبوظبي فقد دعت إلى إيجاد آلية مراقبة غربية لإجبار قطر على الالتزام باتفاق إنهاء دعمها للإرهاب ما يضمن عدم تمويل الدوحة للإرهاب أو إيواء المتطرفين في أراضيها أو تقديم الدعم لمجموعات وتنظيمات متطرفة في سياق متصل قالت مصادر صحفية إن دول التحالف العربي بصدد إصدار قائمة مشتركة للإرهاب تضم ما يقرب من عشرين مؤسسة مويلة للإرهاب داخل المنطقة العربية بعضها على صلة وثيقة بقطر تأتي تلك الأحداث في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة التي حدتها السعودية والإمارات والبحرين لمغادرة المواطنين القطريين المقيمين على أراضيها وعودة مواطنيها الموجودين في الدوحة قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الكويت تتضامن مع المجتمع الدولي لمكافحة وتجفيف منابع الإرهاب وأضاف خلال بيان له بثه التلفزيون الرسمي إنه يجب الحفاظ على تماسك دول الخليج مشيرا إلى أن بلاده تسعى لرأب الصدع الخليجي بالحوار ندت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تطول الإعلام القطري على جملة من علماء الدين ومن بينهم أعضاء في هيئتها وأصدرت الهيئة بيانا استنكرت فيه التطول على علماء الأمة الإسلامية واتهامهم بالأوصاف المنافية للإيمان وذكر البيان أن تصرفات قطر تعبر بوضوح عن تأثر الحاضن بفكر المحضون الذي صدر للعالم الإسلامي نظريات التطرف والعنف والتكفير وتخرج من مدرسته قادة داعش والقاعدة اتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الإنقلابيين في اليمن بعرقلة واحتجاز ونهب أكثر من 63 باخرة إغاثة مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي في ميناء الحديدة والصليف وأشار في تصريح لوكالة سبأ إلى أن الميليشيات احتجزت ونهبت أكثر من 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها ما سهم في ترد الوضع الإنساني بشكل كبير أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1200 حالة منذ عودة انتشار المرض في 27 من أبريل الماضي موضحة في إحصائية جديدة أنه تم رصد قرابة 159 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن وأضافت الصحة العالمية أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة أعلن وزير الأمن الداخلي في مالي ساليف تراوري مساء أمس أن قوات الأمن قتلت أربعة أفراد على الأقل شن هجوما على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو راح ضحيته قتلان وأشارت الوزارة إلى تحرير نحو 20 رهين كان يحتجزهم المهاجمون الذين تصدى لهم أيضا جنود في قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب وأخرون ينتمون إلى قوة الأمم المتحدة في مالي ارتفعت حصيلة ضحايا حريق غابات نشب في منطقة ليريا وسط البرتغال إلى 62 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحة وأعلنت السلطات البرتغالية الحداد ثلاثة أيام وبدأت الحرائق يوم السبت في منطقة جبلية على بعد 200 كم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة بسبب موجة حرارة شديدة ورياح قوية وحاصرت النيران عددا من الضحايا في سياراتهم بينما كانت تسير على طريق قريب من الغابة قدمت شركة فيسبوك تفاصيل جديدة عن جهدها لإزالة المحتوى الإرهابي استجابة لضغط سياسي في أوروبا بشأن استخدام جماعة متشددة الشبكة الاجتماعية في الدعاية والتجنيد وأوضح مدير سياسات مكافحة الإرهاب أن فيسبوك كثفت مطابقة الصور وفهم اللغات للتعرف على المحتوى وحذفه سريعا أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونات اكتشاف جديد يغير مسار رياضة الغوص كشف النقاب عن جهاز جديد سيغير مسار رياضة الغوص سواء للغواصين المحترفين أو الهوات فبحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية سيساعد الجهاز الجديد سكوركل الأشخاص على التنفس تحت الماء في الأعماق لمدة تصل إلى عشر دقائق كما يمكن إعادة استخدامه مرارا وتكرارا عن طريق ضخ الهواء بداخله مجددا صحيفة القدس عنونت اليوم كفيف يتمكن من الرؤية للمرة الأولى منذ عشرين عاما بواسطة عين إلكترونية خضع أنتوني أندريو تولا لعملية ثورية مكنته من الرؤية مرة أخرى بعد أن أمضى ما يقرب من خمسة وعشرين عاما من حياته كفيفا واستطاع أنتوني أن يرى الضوء مرة أخرى عندما استعاد بصره جزئيا بعد حصوله على عين إلكترونية تقوم بإرسال الصور إلى جهاز مزروع في عينه من كاميرا صغيرة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت السكك الحديدية السويدية تطور تقنية تستبدل التذاكر برقائق تحت الجلد أعلنت شركة SJ المسؤولة عن السكك الحديدية السويدية عن تطوير تقنية جديدة تجعلها أولى شركة سفر في العالم تسمح للركاب بالتخلي عن التذاكر الورقية قديمة الطراز ودفع ثمن بطاقات سفرهم باستخدام رقاقة بيومترية مزروعة تحت جلد يدهم أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن أحدث لوحة مفاتيح تبتكرها مزودة بقارئ بصمات المستخدمين وبواسطة القارئ الجديد سيستغني المستخدمون عن كتبة كلمة السر لفتح حواسيبهم وأطلقت الشركة على لوحة المفاتيح الجديدة اسم Modern Keyboard بينا سماحة الشيخ عبد الكريم الخصوني قاضي القضاء في الأردن أهمية شهر رمضان المبارك وتميزه على بقية الشهور كما بينا أن هذا الشهر هو دعوة للتسامح والرحمة بين الناس شهر رمضان شهر مميز ميزه الله سبحانه وتعالى عن بقية الشهور وهذه الشهور هي التي جعلت هذا الشهر شهرا مباركا له فضاء الكثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر بقول أتاكم رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر وشهر رمضان شهر نزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونزل في ليلة القدر وهي ليلة من أفضل الليالي ولذلك هذا الشهر جمع بين خيري الدنيا والآخرة والدول الحية والمتقدمة دائما تحتفل بيوم نزول أو تأسيس الدستور وتأسيس الدستور في الإسلام هو نزول القرآن الكريم بالنسبة للإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة هذه الآية رقم 143 من صورة البقرة وعند الصورة آيات البقرة 200 و86 آية لما نقسمها 143 كانت الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطة وإحنا كلنا في صلاتنا في كل رقعة من رقعة الصلاة نقرأ الفاتحة ويجب قراءة الفاتحة في كل رقعة من الصلاة فمنقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا فعل طلب أو فعل دعاء يا رب تهدينا إلى الصراط المستقيم وهذا هو الاعتدال الذي أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والأمة الإسلامية أمة دائما لا إفراطة فيها ولا تفريط لأنه إذا ابتعد عن الصراط إذا ما لجهة الإمين إفراط وإذا ما لجهة الإسار تفريط ولذلك لا إفراطة ولا تفريط طبعا الإسلام هو دين عالمي لم يأتي الدين الإسلام للعراب ولا لجزيرة العراب ولا للمسلمين الخاصة وإنما ربنا بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالم لا يعني العالم أنه كله مسلم أن العالم كله إسلامي لا وإنما العالم منه المسلم وغير المسلم ولذلك هذه الرحمة جاء للمسلم وغير المسلم وهذه الدعوة للإسلام جاءت كيف نوصل كلمة الإسلام لا بد من كلمة التسامع والكلمة الطيبة والكلمة التي يستطيع أن يتقبل الإنسان الإنسان لا يتقبل الكلمة الشديدة ولا يتقبل الانتقاد ولا يتقبل الإنسان إلا التقبل علامات ساطعة تتميز بها مصر خلال شهر رمضان ويأتي الفانوس المعدني على رأسها صناعة ما زالت تقاوم عوامل الزمن لتتفرد بدقتها وعلامة أخرى في حي شبرى العريق من خلال قصة القبطي جميل والمسلم ناصر لدين يقومني بإجراء مائدة إفطار لأهالي الحي في الشهر الكريم روح الشهر المبارك تغزل الفرحة وحتى من الجماد من زجاج ولوح معدني يتشكل الفانوس الذي يعتبر رمزا لشهر رمضان المبارك الحاج رشوان من أقدم صانع الفانوس المعدني في مصر في مهنة متوارثة عبر أجيال عديدة تعلمتها من حوالي 40 سنة تعلمتها في منطقة اسمها بركة الفيل هنا في السيدة زينب عند قصة الله يرحمه ما كانش بنفس الوضع اللي احنا فيه هي عدت على كذا مرحلة بس اللي احنا أول ما تعلمت ما كانش كده خالص خالص وكانت كلها فونيز ويرعب بباب كده وتشام يقص المعدن في مرحلة أولية حسب الشكل المطلوب ثم تتحدد أجزاؤه وتهذب المطرقة خوالب المعدن البارزة في مرحلة تالية وكل ذلك يعتمد على الشكل الزجاجية الذي هو أساس الفانوس لتتعدد أشكال الفانوس وأنواعه بنعمل أكبر فانوس حوالي 4 متر نجمة لما بنيجي نصممه قطعة الإزاز فيه حوالي متر كده القطعة الوحدة وبيبقى الأربع متر بيملال الورشة دي هكذا هو الفانوس الفاطمي كما يطلق عليه البعض حيث تعود نشأته إلى عصر الدولة الفاطمية ومن ثم انطلق إلى كل الأقطار العربية مظاهر القاهرة الرمضانية لا تنتهي فمع حلول الشهر الفضيل ترتدي حلتها مرصعة بأبهى صورها فبدايتها مع الفانوس المصري العريق وليس آخرها ولكن هناك صورة أخرى لا تستطيع التفريق فيها بين من أدرك السحور ومن يعد طعام الإفطار صورة بدأت خيطها تتكون منذ أكثر من 35 عاما بحي شبرى العريق الصديقان ناصر وجميل يعد مائدة إفطار لأهالي الحية وفي مكان خصصه العم جميل القبطية ليكون مكانا لطهو الطعام يشترك فيه الجيران أيضا أنا وأسرتي حريصين إنها تستمر وأنا مش مؤسس أنا مشارك وكلنا مشاركين مع بعض أهل الحتة ودي سمت شبرى شبرى ما تحسش فيها بأي حاجة غير الترابط والتعاون والمحبة والتسامع والتعاون والخير أصناف عديدة من الطعام توجد بالمائدة كافة أنواع الطعام التي يعدها طباخين مهر والله فيه ناس هنا فيه ستات بيتيجي هي كنكرمهم موجدين وبسألوهم وقالوا أنت لو طلبت حاجة بتيجي تتعاملوا ولا لا يعني معلش يعني إحنا بنعمل علشانهم ولكن المائدة غيرت المفهومة التقليدية للمائدة العادية فيتم تسليم الأسر قبل رمضان أدوات نقل الطعام إلى المنزل ويعيدوها نهاية الشهر الفضيلة حرصا على لم شمل الأسرة المصرية على الإفطار فجاءت فكرة اللي هي فكرة العمود إيه فكرة العمود دي بنجيب العمدان دي بنشتريها وبنحتفظ بيها عندنا الأسرة بتيجي في بداية شهر رمضان تقدم لنا إثبات شخصية وتستلم عمود بتيجي تاخد فيه الأكل يوميا قبل الفطار ويعد جميل وناصر جيلا جديدا من الأطفال والكبار لتحمل المسؤولية ولزرع القيم الأخلاقية والمساواة بين الجميع ما ينتج عباية زي شبرة عندنا هنا مفرقش من المسلمين ومسحيمين زمان معروف يعني أن شبرة كده مش كلام بيتقال وخلاص فاحنا عادي كلنا مع بعضين بنقف الموروز الشغل بيجي يعمل منوحنا صغيرين زي الشباب دي كده أنا كنت باجي منوحنا صغير عند سبع سنين مائدة يسميها البعض الوحدة الوطنية بينما يرى آخرون أن الاسم ليس صحيحا كون الجسد واحد ودم واحد ولا تفرق بين مسيحي أو مسلم لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة قال باحثون أستراليون أنهم طوروا اختبارا جديدا للدم يمكن أن يحدد مرضى الانفلونزا الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بدقة بلغت واحدا وتسعين في المئة وأوضح فريق البحث أن اختبار الدم الجديد الذي يطلق عليه HIST يتطلب قطرة دم واحدة فقط حيث يقيس إشارات الإنذار المبكر للعدوى التي تستهدف الجهاز المناعي في البداية وأكد الفريق أن الاختبار يحتاج ساعات قليلة للتنبؤ ما إذا كان مرضى الانفلونزا أكثر عرضة لتطور خطر العدوى الثانوية القاتلة مثل الالتهاب الرئوي بدقة تبلغ واحدا وتسعين في المئة وجدت أبحاث جديدة أن البروكولي هو العلاج السحري لمرض السكري إذ أنه يحتوي على مركب يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية وبحسب الأبحاث فإنه يمكن كذلك لتناول عصير القرنابيض أن يساعد على وقف مرض السكر من النوع الثاني قبل أن أدعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قتلى وجرح في حادث دهس قرب مسجد بلندن وبريطانيا تحقق في هجوم إرهابي محتمل القوات العراقية تكسر خطوط داعش الدفاعية غرب الموصل تواصل الحراك العربي ضد سياسات قطر الدعيمة للإرهاب وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة